أهلاً فيكم حباياً ببرج الدلو رح تجوب شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو تنطبق عليك القراءة طبعاً عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو مقطع معين أو جزء معين أنت تحس أنه فادك أو تحس أنه بينطبق عليك فأنت خذ من القراءة فقط الشيء اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بانطبق عليك وترك الباقي رح نبلش بطاقتك انت بعدها رح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وأيضاً مصير العلاقة أو شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بنا نسحب فقط كروب توضيحية بعدها رح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك أول أو بطاقتك أول أنت يا برج الزلو أنت عم تركز حالياً عم شوفك مركز حالياً بكيف تشافي حالك أو كيف تدعوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول أنك تتشافى أو تدعوى فيه إشي جارحك بشأن شخص معين أو بينك وبين الحبيب فيه إشي يمسبب لك نوع من الحزن ولي أنت عم تحاول أنك تتشافى داخلياً أيضاً عم شوف أنه أنت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة أو في عندك فكر جديدة فكرة جديدة أو حتى مجموعة أفكار جديدة عم تحاول أنك تشتغل عليها عم تحاول أنك توسع طاقتك بالمجال المادية أيضاً بتشوف أنه وضعك المادية مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف أنه أنك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنه أو بتطلب أو بده شخص كتير ناجح عم شوف أنت عم تمر حالياً بدورة معينة أو في عندك اكتمال من نوع معين أيضاً في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من أنك تتواصل معه لأنه أنت مجروح عاطفياً أو يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه أو بدك العلاقة بينكم تتطور أكتر ولكن عم تمنع حالك من أنه أنت تقوم بالخطوة الأولى أو عم تحاول أنك تكون متحفظ وكيتوم أكتر بالنسبة لطاقة الشريك أو طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد أو بالإيجو أو بكرامته ممكن أنت أيضاً نظرتك لهالشخص تشوف أنه هو شخص كتير مش متعالي أو مش شايف حاله ولكن ما بيحب أنه يتأسف بس يغلط أو عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه أيضاً بتشوف أنه هو شخص تنافسي أو شخص لازم هو اللي كنته اللي تمشي عم شوف أيضاً هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لإله لسه ما وصل لإله بالتحديد لسه عم ينظر لإله من بعيد ولكن عم شوف أنه بده يطلع منتصر بالوضع المادي أيضاً بالعلاقة بينكم ممكن تكون أنت وهالشخص لأنه عندكم أوراق مادية كتير عالية فممكن أنت وهو أشخاص محفزين كتير من الناحية العملية أو بتحبوا أنت وهو بتحب أنه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلاً إذا أنت برج دلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه إمرأة هالإمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف أنه دائماً بتحب الانتصارات هالمرأة أو ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة أو عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن أيضاً أنت تشوف أنه هو شخص كتير أو كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وإنت بتركز على الصورة الأكبر للأمور أو على المنتوج النهائي للأمور لأنه عندك فهالشخص عم تشوفه أنه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة أيضاً عم شوف أنه طاقته نارية هالشخص أكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي أكتر بالعلاقة ممكن تكون أنت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الأمور ما بيحب يتسرع باتخال الأمور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع أو شوي متهور باتخاذ القرارات مع أنه بيركز على التفاصيل الصغيرة إلى أنه يكون مندفع باتخاذ القرارات أيضاً هالشخص اللي أنت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الإشي اللي بدي يساوي أو طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الإلوجين أو بتطلب نوع من الوهم أو خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية أو كذا شخصية معك وشخصية تطلبها وظيفته يعني مثلاً ممكن يكون ممثل أو ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت أو يقدم الترفيه فلابد أنه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير أو ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة إلى شخصية عفوية إلى شخصية صغيرة إلى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فأنت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لأنه ما بتمل منه دائماً فيه إشي جديد بحياته الشخص أو دائماً عم يقدم لك إشي جديد أو دائماً بتشوفه بشخصية جديدة أو بصعب عليك صعب عليك أنك تفهمه لأنه دائماً فيه إشي جديد تكتشفه أو بشخصيته أو بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكيمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لأنه ألكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر أو ورقة بمعنى أنه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم أو الشادو سايد الشخصية الأخرى بحيث أنه صعبت الأمور عليكم أنه تتقربوا من بعض أو أنه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص أيضا فيه كتير أوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم بإشي معين أيضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون أنه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير أيضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السلمات ولكن فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني أنت بمطرح وهو بمطرح وأيضا ممكن تكون أنت وهو بتشوف أنه أنت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول يباد الشخص الآخر من حياته أو نحاول يخلي مسافات قدر المستطع لأنه عندك في الستار كارد فأنتوا تنظروا على بعض مثل الأمنية بدكم إياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي أمنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى أيضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لأنه فيه عندك هون Ace of Wands بعدين King of Swords يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة أيضا أو دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينقلب الوضع بسرعة أيضا أيضا العلاقة بينكم أمشوف أنت وهو أشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الأمور سواء رجل أو إمرأة الطرفين بيهالعلاقة أشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الأمور ما فيه كتير أو ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للأمور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الأمور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هذا ممكن تكون عكسية ممكن تكون أنت هالطرف بس بالذات للطرف فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الأمور فإن شوفت خطواتك القادمة في المستقبل فإنت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش أو ضايع شوي بإنك تكتشف شو الإشي اللي الهدفك في الحياة أو اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز أكتر أو رح تركز أكتر بالمستقبل على إنه تكتشف شو المفروض اللي تساويه في الحياة سواء كان من ناحية عمل أو سواء كان من ناحية عاطفة أو سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن أيضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وإذن أنت رح تركز على مانتياتك أو بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية أكتر يعني بالمستقبل عم بشوف للبعض منكم بده ارتباط مع هالشخص أو بده الزواج مع هالشخص لأنه عندك تهيرفينت تهيرفينت أو البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده ممكن أنت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف إنه هو هل تحاول عم تكتشف إنه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف إنه بالمستقبل عم تفكر إنه تكون جدي أكتر تكون براكتكال أكتر أو تكون منطقي أكتر في عندك أيضاً في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل أو رح تقابل شخص أيضاً ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل لأنه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل أنت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن أنت عم تحس إنه في إشي عم يأخذ من إشي يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي في البعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك أو شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حالياً وفي عنده شفت أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها أو مطرح جديد رح يبدأ فيه أيضاً بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها قبل ما إنسى ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج هوائية أبراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور أيضاً ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لأنه الكرت يتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي أيضاً في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف أنه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله وفي عنده تقدم رح يصير كتير ملحوظ وكتير سريع عم شوف أنه من الناحية المادية شخص يعني متمكن أو في عنده كتير عالي للوضع المادي عم نطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك أنت ومشوف أيضاً إنه هو بيشوف إنه العلاقة من أجل إنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح أيضاً يعني هالشخص بيفهم إنه المادة طبعاً مش كل إشيه ولكن بيفهم إنه هي إشيه كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشيه مثل هيك عم شوف إنه هو في شخص كتير مصمم إذا إنتوا منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير إيرادة وتصميم إنه دائماً كما الأمور بتخرب يصلحها مرة ثانية أو مستعد إنه يحط المجهود مشان يصلحها مرة ثانية أو يصالحك مرة ثانية أو تتوفقه بالعلاقة مرة ثانية يعني أم شوفه شخص كتير صبور مع إنه متهور ومتقلب المزاج إلى إنه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي مجعم بعرف حكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل عقليته منفتحة بيحب يسمع آراء أخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت إجا بنفس المطرح لبرج الجدي فإذا بتحيب تتابع القراءة هذه ممكن تفيدك بإشي معين لإنه بنفس المطرح إجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوفه إنه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبينها الشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لإنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لإنه أنت وهو أشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وإرادة أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض أنت وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور أو في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار إلى إنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة وهو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان أيضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرض سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك أو شخص اللي عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين أنه هالشخص كتير عميد أو فيه بينكم وبين بعض كتير عميد عم تحاول إنه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع أو ممكن أنت تحس إنه هو عم يحاول دائماً إنه يفرض سلطه إذا إنت رجل ممكن أن الإمرأة اللي عم تتعامل معها تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية وإذا إنت إمرأة ممكن رجل يعم تتعامل معه كل شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائماً مسيطر على الأمور ولكن عم شوف إنه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك ما فيه خط ثابت لحد الآن يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو إنه يكونوا أسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سوليت ورفقاء ضرب أيضاً ممكن تكونوا اللي اتنين عم توفروا من الناحية المادية من أجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح بإنه بدوا يكونوا أسرة مع هالشخص عم شوف إنه إنتوا اللي اتنين عم تخبوا إشي مادي منتناً عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج أو من أجل صرفيات لأجل إنه تنفقوها على إشي معين أوكي حبيب برج الدلو وبتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطلي لايك وكومنت شارع وسبسكراب إن شاء الله رح شوفكم في الفيديو